بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 153 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تعليق الطلاق بالشروط فصل إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبالت بالثاني ولم تطلق به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله إذا علق طلقة بذكر إذا ولدت بذكر وطلقتين إن ولدت أنثى فولدت الذكر أولا فإنها تطلق به طلقة فإذا ولدت الأنثى فإنها تبين بها بمعنى أنها تخرج من العدة ولم تطلق بها لأن الطلاق جاء بعد نهاية العدة فلم يلحقها نعم أي عدة اللي انتهت وجاء الطلاق بعدها لما طلقت بالأولى صارت في عدة فلما ولدت الثاني خرجت من العدة بمجرد الولادة خرجت من العدة لأن الحامل عدتها وضع الحامل فتبين بولادة الثاني بمعنى أنها تخرج من العدة ولا يلحقها طلاق بولادة الثاني نعم سأل الله إليكم قال وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة إذا أشكل أيهم الذي ولد الأول هل هو الذكر أو الأنثى فإنه يجعل الأقل وهو الواحدة لأنها متيقنة نعم قال رحمه الله فصل إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما نعم إذا علقه على القيام بأن قال إذا قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين طلق بالإيقاع وطلق بالوقوع لأنها لما قامت وقع عليها طلقة بالشرط بحصول الشرط وهو القيام وتقع عليها طلقة ثانية بوقوع الطلاق عند حصول الشرط فتطلق طلقتين نعم وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة نعم إذا علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فإنها تطلق طلقة واحدة المعلقة على القيام ولم تطلق غير واحدة لأنه لم يطلقها لأنه علقه على تطليقه لها بلم يطلقها نعم وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها فإنها تطلق طلقتين لأن كلما تفيد التكرار نعم تفيد التكرار فتطلق طلقتين واحدة بالقيام واحدة بالتكرار أما إذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فإنها تطلق ثلاثا لأن كلما تفيد التكرار هو قد وقع عليه طلاقها فتطلق ثم يتكرر ثم يتكرر إلى أن تغلق الثلاث حينئذ استنفدت عدد الطلاق هل فرق بين كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فرق لأن كلما طلقتك هذا تعليق على الإيقاع وأما قوله كلما وقع عليك طلاقي فهذا تعليق على الوقوع فرق بينهما نعم قال رحمه الله فصل إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمتي طلقت في الحال إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمتي طلقت في الحال لأنه حصل الشرط لأنه حلف بطلاقها لما قال أنت طالق إن قمتي هذا حلف حلقهم بالطلاق فحصل المعلق عليه فتطلق طلقة واحدة لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه أما إذا علقه على شرط محض وليس يمينا أنه في الأول يمين حلف أي أما إذا قال إذا طلعت الشمس فأنتي طالق فهذا تعليق وليس بحلف تعليق محض وليس بحلف نعم قال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف نعم لأنه تعليق على شرط وهو طلوع الشمس لا حلف والحلف هو ما يقتضي الحس أو المنع أو التصديق أو التكذيب وليس شيء من هذه المعاني موجود في قوله في قوله أنت طالق إلى طلعت الشمس نعم وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة نعم وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق يعني إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق نعم أو إن كلمتك فأنت طالق نعم وأعاده مرة أخرى وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده مرة أخرى ثم أعاده مرة ثانية فقال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فإنها تطلق واحدة لأنه حصل الشرط وهو أنه حلف بطلاقها ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث إن أعاده مرتين فإنها تطلق ثنتين وإن أعاده ثلاثا فإنها تطلق ثلاثا لأنه حصل الشرط المعلق عليه وأما قوله إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاده فقال إن كلمتك فأنت طالق تطلق واحدة لأنه حصل المعلق عليه وهو التكليم نعم أحسن الله إليكم وإن كلمها ثانية وثالثة يتكرر الطلاق بتكرر التكليم نعم قال رحمه الله فصل إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال تنحي أو اسكتي طلقت إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتنحي أو قال فاسكتي أو قال تحققي فإنها تطلق لأنه إذا قال اسكتي تنحي تحققي فهذا تكليم فيقع به طلق لأنه حصل الشرط المعلق عليه وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قالت هي إن كلمتك فعبدي حر إن حلت اليمين بقولها لأنه لم يبدأها وإنما هي التي بدأته فلم يتحقق شرطه تنحل اليمين ما لم ينوي إن كلمتك في مجلس آخر غير هذا المجلس نعم مرسى الله إليكم فصل إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طالقت في الكل نعم عدها واحدة واحدة إذا قال إن خرجت بغير إذني أي أو إلا بإذني نعم أو حتى آذن لك كل سوى يعني المهم أنه علقه على الإذن أو إن خرجت حلقه على عدم الإذن نعم أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق نعم ثم فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه نعم إذا خرجت مرة بإذنه فليس عليها شيء أما إذا خرجت بغير إذنه في جميع الصور فإنها تطلق لأنه علقه على عدم الإذن وقد خرجت بغير إذنه فتحقق الشرط فإنها تطلق في جميع هذه الصور نعم أو أذن لها ولم تعلم أو أذن لها ولم تعلم وخرجت فإنها تطلق وإن كان أذن لها لأن الإذن من شرطه أن تعلم أنه أذن لها فإذا لم تعلم فإن الإذن لا قيمة له نعم أو خرجت تريد الحمام وغيره أو خرجت تريد الحمام وغيره قال إن خرجت إلى غير الحمام فخرجت إلى الحمام وغيره فإنها تطلق لأن غيره لم يأذن له فيه فيكون حنثا أو عدلت منه إلى غيره أو خرجت تريد الحمام الذي أذن لها بالخروج إليه ولكنها عدلت إلى غيره حصل الحنث فتطلق في هذه الصورة طلقت في الكل لا إن أذن فيه كل ما شاءت لا إن أذن فيه كل ما شاءت فإنها لا تطلق إذا خرجت لأن كل ما تفيد التكرار كل ما تفيد التكرار فيكون كل خروج لها حاصل بإذنه وهو علقه على عدم الإذن فلا يقع طلق أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت أو قال إن خرجت إلا بإذن زيد فمات زيد خرجت فلا تطلق لتعذر الإذن حينئذ نعم فصل إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أو غيرها من الحروف حروف الشرط يعني نعم لم تطلق حتى تشاء ولو تراخ نعم علقه بمشيئتها قال أنت طالق إن شئتي أو متى شئتي أو أن شئتي أو كل ما شئتي فإذا وجدت منها مشيئة للطلاق فإنها تطلق لأنه حصل المعلق عليه ولو تراخت المشيئة لأنه لم يحدد ذلك ما قال إن شئتي في هذا اليوم أو في هذا الشهر بل قال إن شئتي أو كل ما شئتي أو متى شئتي أو أين ما شئتي فإنه تطلق متى شاءت لأنه يتحقق الشرط المعلق عليه نعم فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق نعم لأنها لم تشاء وإنما هو الذي شاء وهو لم يعلقه على مشيئته وإنما علقه على مشيئتها نعم وإن قال إن شئتي وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا نعم لعلقه على شيئين مشيئتها ومشيئة آخر إما أبوها أو أجنبي وشاء جميعا حصل الطلاق وإن شاء واحد منهما لم يقع الطلاق لأن المعلق على شيئين لا يحصل بحصول أحدهما نعم قال لم يقع حتى يشاء معا وإن شاء أحدهما فلا نعم إن شاء أحدهما فلا يقع لأنه لم يحصل الشرط وهو المشيئة من الاثنين وإنما حصلت المشيئة من واحد نعم وأن تطالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع أن تطالق إن شاء الله أو قال عبدي حر إن شاء الله وقع الطلاق والعتق لأن مشيئة الله مجهولة لنا وهو علقه على شيء لا يمكن لنا معرفته فوجود الشرط هذا كعدمه نعم وإن دخلت الدارة فأنت طالق إن شاء الله طالقت إن دخلت نعم لأنه علقه على شيئين شيء ممكن وهو الدخول هو معلوم وشيء غير معلوم لنا فهو كما لو علقه على مستحيل فإنه يلغو ويبقى الشيء الأول وهو الدخول فإذا دخلت طالقات وأما مشيئة الله فنحن لا نعلمها نعم وأنت طالق لرضى زيد أو لمشيئته طلقت في الحال والمراد بمشيئة الله ليس المشيئة القدرية مشيئة القدرية لا شكاً كل ما يقع فهو بمشيئة الله لكن المراد مشيئة الله لهذا الطلاق أن الله يريد هذا الطلاق نعم وأنت طالق لرضى زيد أو لمشيئته طلقت في الحال لأن هذا تعليل وليس تعليقا أن تطالق لرضى زيد كأنه يقول لأجل أن يرضى زيد أن تطالق لرضى زيد أو لمشيئته هذا تعليل وليس هو بتعليق فتطلق في الحال فإن قال أردت الشرطة قبل حكما يعني في قوله أن تطالق لرضى زيد أو لمشيئته إذا فسر اللام بأنها شرطية الأصل أنها للتعليل لكن إذا فسرها بغير التعليل فسرها بالشرط فإنه يقبل ذلك منه لوجود الاحتمال ولأنه أدرى يقبل منه حكما يعني عند القاضي إذا حصل ترافع أما فيما بينه وبين الله فهو على حسب نيته نعم أعدها قال وأنت طالق لرضى زيد أو لمشيئته طالقت في الحال نعم فإن قال أردت الشرط قبل حكما نعم طالقت في الحال لأن هذا تعليل وليس بتعليق على المشيئة إلا إذا قال أنا أردت المشيئة فإنه يقبل منه حكما يعني في الظاهر عند القاضي وأما فيما بينه وبين الله فالله أعلم إن كان صادقا فهو كما قال وإن كان كاذبا فإنه يكون طلاقا فيما بينه وبين الله نعم وأنت طالق إن رأيت الهلال فإنه رؤيتها لم تطلق حتى تراه نعم أنت طالق إن رأيت الهلال هذا يحتمل إن رأيت الهلال أنت بنفسك أو إذا ثبت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه فإن نوى الاحتمال الأول وهي الرؤية بالعين رؤيتها هي فإنها لا تطلق حتى تراه لأنه علقه على شرط فلا يحصل الطلاق إلا إذا حصل الشرط وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها وإذا لم ينوي رؤيتها هي فإنها تطلق بعد الغروب من أول ليلة من الشهر برؤية غيرها لأن الصيام والعيد الفطر يجبان برؤية واحد أو اثنين من المسلمين معهم من شرط أنه يراه كل واحد من المسلمين فيكون المراد ثبوت دخول الشهر ثبوت دخول الشهر فقوله أنت طالق إذا رأيت الهلال يعني إذا ثبت دخول الشهر نعم أليس هذا بعيدا؟ يعني يقولها إذا رأيت الهلال ثم ثبت برؤية غيرها تطلق هي؟ يحتمل أنه يريد رؤيتها ويحتمل أنه يريد دخول الشهر للاحتمالين فإن أراد الاحتمال الأول قبل منه ذلك لأن اللفظ يحتمل وإن لم يريد الاحتمال الأول فإنها تطلق بالاحتمال الثاني وهو دخول الشهر ودخول الشهر يثبت بالشهادة ولو لم تره نعم بسم الله إليكم فصل قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث ملخص هذا أنه إذا علقه على حصول شيء فحصل بعضه فإنها لا تطلق لأنه علقه على حصول الكل كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخل بعض أعضائه إنها لا تطلق لأنه لم يدخل كله لم يدخل كله نعم نعيد العبارة نعم قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض بعض جسده بعض جسده لم تطلق لأنه لم يحصل المعلق عليه وإنما حصل بعضه أو دخل طاق الباب أو دخل طاق الباب ولم يدخل في الدار فإنها لا تطلق لأنه لم يدخل الدار كلها وإنما دخل في شيء منها وطاق الباب نعم أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يلبس ثوبا من غزلها فالمراد بيمينها أنه لا يلبس ثوبا من غزلها الخالص فإذا لبس ثوبا مخلوطا من غزلها وغزل غيرها لم تطلق لأنه لم يحصل المعلق عليه كله وإنما حصل بعضه نعم أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه أو حلف بالطلاق لا يشرب ماء هذا الإناء أو لا يأكل هذا الرغيف فشرب أو أكل بعضه فإنها لا تطلق لأنه علقه على ماء الإناء كله ولم يشربه كله فلم يحصل المعلق عليه فلا تطلق بذلك وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حانث في طلاق وعتاق فقط نعم إذا علق الطلاق أو علق العتق على شيء على حصول شيء أو على عدم على حصول شيء نعم على حصول شيء كإن دخلت الدار فامرأتي طالق أو عبدي حر ثم دخل ناسيا ناسيا الحلف أو ناسيا أنه يحنث أو جاهلا بذلك فإنه يقع الطلاق والعتق لأنهما حق آدمي وحق الآدمي لا ينظر فيه إلى النسيان والجهل إنما هذا في حق الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطعنا عهي اليومة الخطأ والنسيان هذا في حق الله جل وعلا أما في حق المخلوقين فلو إنك نسيت وأتلفت ماله أو فعلت شيئا يضره فإن هذا لا يسقط حقه عليك والطلاق حق للمرأة فإذا فإذا فعل المعلق عليه الطلاق ناسيا لم يسقط حقها فتطلق أو جاهلا لا يسقط بالجهل لأنه حق مخلوق وكذلك العتق حق مخلوق نعم وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن فعل بعضه إن فعل بعض المحلوف عليه لم يحنث يعني لم يقع الطلاق لأنه علقه على الكل ولا بد من حصول الكل إذا علقه على على شيء فلا بد من حصوله كله لا حصول بعضه نعم لم يحنث إلا أن ينويه إلا أن ينوي البعض نعم وإن حالف لا يفعلنه لم يبرأ إلا بفعله لم يبرأ لم يبرأ إلا بفعله كله هذا مثل ما يعني كل ما سبق إذا حلف لا يفعلن كذا لا يفعلن كذا لا يشربن ماء الكوز لا يشربن ماء الكوز فشرب بعضه فهو كما لو حلف لا يشربه فليس عليه شيء لأنه لم يحصل المعلق عليه نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف تأويل في الحلف التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر يحتمله إلى معنى آخر يحتمله اللفظ هذا هو التأويل وحكمه أن المتأول له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون ظالما في تأويله يريد الاعتداء على حقوق الناس فهذا لا ينفعه التأويل ويمينه على ما يظهر ولو حملها على غير ما يظهر لم يقبل منه لأنه ظالم الحالة الثانية أن يكون مظلوما ويريد بالتأويل دفع الظلم عنه فهذا ينفعه التأويل الحالة الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما فهذا ينفعه التأويل لكن الأولى تركه لأنه نوع من الكذب فيتركه نعم قال ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره نعم ماذا هو التأويل؟ معناه أن يريد بلفظه معنا يخالف المعنى الظاهر ويكون اللفظ يحتمل الأمر نعم لكن أحدهما أظهر من الآخر نعم أحسن الله إليك فإذا حلف وتأول يمينه نفعه نعم نفعه التأويل يعني نعم إلا أن يكون ظالما إلا في حالة واحدة إذا كان ظالما أما إذا فعله مظلوم يريد التخلص من الظلم نفعه ذلك أو ليس بظالم ولا مظلوم ينفعه ذلك أيضا لأن اللفظ يحتمله نعم فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره هذا الظالم إذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء قال له احلف إن ما لزيد عندك مال هو يريد يأخذ مال زيد يريد هذا الظالم أن يأخذ مال زيد وبحث عند هذا الرجل هل عنده مال لزيد فحلف قال والله ما له عندي شيء ما له عندي شيء وهو يريد ليس له عندي شيء في هذا المكان في هذا المكان ولكن له في مكان آخر فهذا ينفعه التأويل لأنه يريد التخلص من ظالم ماذا قال قال فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان نعم فنوى غيره بمكان فنوى غيره قال والله ما عندي لزيد شيء يعني ما عندي في هذا المكان يقصد بينما عنده لزيد مال أو وديعة في مكان آخر فهذا ينفعه التأويل لأنه يريد به دفع الظلم نعم أو بماء الذي أو نوى بماء الذي قال والله ما عندي لزيد شيء والله ما عندي لزيد شيء لزيد لا قال والله ما عندي ما عندي له قال هل عندك لزيد شيء احلف قال والله ما عندي لزيد ويريد بماء لا يريد بها النافية يريد بها الذي كأنه يقول والله الذي عندي لزيد فهو إثبات وليس نفيا لكن ماء الظاهر فيها النفي وكونها للموصولية هذا خلاف الظاهر فينفعه هذا التأويل لأنه يريد دفع هذا الظالم نعم أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو جاء الظالم يطلب زيد أو يطلب أي شخص ظلما فحلف الذي جاء يطلبه من عنده إنه ماهب عنده زيد يقصد ليس عندي في هذا المكان بينما اللفظ يحتمل إنه ماهب عنده مطلقا وهو أراد في مكان خاص فينفع هذا التأويل لأجل يدفع الظلم عن أهالي المظلوم نعم أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها حلف على امرأته بالطلاق أو بغير الطلاق ألا تسرقي مني شيئا فخانته في وديعة خانته في وديعة فإنه لا يحنث لأن الخيانة في الوديعة ليست سرقة الخيانة في الوديعة ليست سرقة نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول نسمع حتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته